محاولات حكومية ميليشيوية مستميثة لوأد تظاهرات الشارع العراقي المشتعل بالقوة أزالت القوات الحكومية خيام المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد بالتزامن مع إعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير أمام حركة المرور بعد أكثر من عام على إغلاقها إثر الثورة العارمة المطالبة بإسقاط أحزاب السلطة الفاسدة بداية الشرارة أطلقها كالمعتاد الرجل الذي دأ بدون فتور على إنقاذ العملية السياسية المتهاوية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن طالب قبل أيام السلطات الحكومية بردع من وصفهم بالتخريبيين وذوي الأجندات الخارجية وفتح الطرق المنغلقة وهو ما برز جليا عند ظهور أفراد من ميليشيا القبعات الزرق التابعة للصدر برفقة قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي أثناء إعادة افتتاح نفق التحرير وسط بغداد تشويه صورة الثوار واستخدام آلة القمع الممنهج من بين وسائل زعماء الميليشيات والحكومات المتعاقبة لإنهاء الثورة بشتى الطرق إلا أن جميعها لم يرضع الثوار الذين لم تجف بعد دماؤهم عن إعلانهم تمسكهم بالثورة التي هزت كراسي حكام المنطقة الخضراء المترمحة نعلن استمرارنا في احتجاجاتنا السلمية حرصا على مسار الثورة من الانحرار مطالب صريحة من ميادين الثورة وصوت يرعب حكام العراق الجدد لكنه ليس الصوت الوحيد الذي يجب أن تخشاه الطبقة الحاكمة بحسب مركز شاتام هاوس البريطاني الذي أكد أن الغالبية العظمى بنسبة فاقة الثلاثة وثمانين بالمئة من العراقيين تدعم الحراك الشعبي وتساهم برسم ملامح التغيير الشامل في البلاد بعد سنوات طويلة من الفساد الإداري والمالي وسيطرة قوى خارجية على القرار العراقي وترد الخدمات وانهيار الاقتصاد ووفقاً للمركز البريطاني فإن مطلب الانتخابات المبكرة جاء في أسفل قائمة رغبات العراقيين بما يعبر عن غياب الثقة في نزاهة وشفافية أي عملية انتخابية مرتقبة استفاقة شعب يقول متابعون للشأن العراقي إنه من الصعب تلويثها بتهديدات ميليشيوية دموية أو حتى وعود وهمية لحكومة ارتدى رئيسها علنا فكرة وزي الميليشيات فلم يبقى للشارع الغاضب سوى خيار التغيير وتقرير المصير